أكثر من 600 مليون شخص عبر العالم مصابون بمرض التهاب الكبد الفيروسي من نوع باء وسين الذين يعتبران الأكثر شيوحا وشراسا عدو المرض أصبحت تنتشر كمن نار في الهشيم مخالفة 1.4 مليون حالة وفاة في السنة 240 مليون شخص عبر العالم يحملون في دمائهم فيروس باء فيما يصيب فيروس سين 150 مليون شخص أما فيروس ألف الذي يعتبر الأقل شراسا فيصيب سنويا 1.4 مليون شخص أما بالمغرب فيقدر عدد المصابين بهذا المرض أكثر من 3 ملايين شخص طرق العدوى تنتشر عن طريق التلعوث بالدم بنسبة لفيروسين وذلك داخل المستشفيات أو عبر فرشات الأسنان أو عند طبيب الأسنان الذي لا يقوم بالتحقيم الصحيح للأدوات التي يشتغل بها وكذلك في صالونات الحلاقة والتجميل بنسبة لفيروس باء فهو ينتشر بدوره عن طريق التلعوث بالدم لكن يمكن أن ينتشر بوسائل أخرى متعددة تتطلب المزيد من الحذر إلا أن ما يميز هذا النوع من الالتهاب الكابدي باء هو قدرة جهاز المناعة على مقاومته بنسبة 80% عكس فيروسين الذي ما أن يتسلل إلى الجسد يهاجم الكبد مسبباً التهابات خطيرة وفي بعض الحالات يؤدي إلى تشمع أو سرطان الكبد لكن الأمل كبير بالنسبة للمصابين بهذا النوع حيث تتمكن نسبة 50% من الشفاء بفضل الأدوية المتطورة لكن الباهضة الثمن والتي تصل كلفتها إلى 10 ألاف درهم شهرياً ترجمة نانسي قنقر